السلام عليكم في هذا الدرس من سلسلة مايا بنتعلم شي مهم في 3D اللي هو عمل الوسادات أو الأشياء اللي هي مثل الوسادات البطانيات الفرشانة الأشياء كده الماترس تشوفوا الآن بنضغط على الكيوب نعمل كيوب الكيوب هذا الطبيعي نروح للخصائص تبع الكيوب هنا في البولي كيوب نعمل 20 على 2 على 20 وبعدين نخلي بالشكل اللي هو شكل وسادة مثلا زي كده ممكن وسادة طويلة ممكن مربعة ممكن مسترزة زي ما نحب يعني مش مشكلة نخليه بس بهذا الشكل تمام الآن معنا هذا الشكل الآن نروح للمود هنا الآن بنحصل مودلينك نروح نغيره إلى fx بعدين نروح للإنكلاود هنا كريات إنكلاود أول ما عملنا كده تنكرذ رقع كل شي زيين مش مفعل تمام يعني ما نقدرش نحركه الحركة طبعا بعد ما عملنا نروح للأوتلاينر اللي هو اللايرات نضغط على نيكولاس هنا نروح للخصائص حقا نيكولاس للغرافتي الغرافتي نحصلها نين نبوين ثمانمية نخليه زيرو وبعدين نروح للفين للإنكلاود نروح للضغط نروح للضغط نحن نخليه زيرو نحن نخليه مثلا مائة أو مائة مائة وخمسين مثلا نشوف الشي اللي بيحصل الآن الآن مقرد نحن نفعل بلايه شوفو بشكل جميل طبعا نحن نختار اللقطة المناسبة للوسادة اللي نشتيها مثلا هنا نما شوف نضغط 3 يتحول ناعم 1 يتحول اللي هو الخشن الطبيعي النورمال الآن أول ما ضغط play مثلا نشتيها بهذا الشكل أو كده مثلا شوف لو نفعل الآن كيف رقعت خلص مثلا نشتيها بهذا الشكل نضغط ctrl d علشان نخرج نسخة جديدة من هذا الشكل شوفوا لأن النسخة الأولى مقرد هي عملية تروح وترجع حسب ما نشيه شوفوا كيف هذا نخفيها ctrl h الآن نتعامل مع هذا الشكل اللي هو هذا خلاص مثلا نقدر ننحف نكبر زي ما نحب ممكن نضيف حواف الخياطة ننشر كامل نضغط ctrl e وبعدين ثم نخليه كده شوفوا حاجزي كده مثلا خلاص أبيض مثلا الآن نقرب نشوف لما بانعمر ندر كيف الشكل شوفوا الشكل جميل شوفوا يعني بطريقة بسيطة جدا بدون ما نعملها بشكل يدوي ومودلينج وكذا خلاص اتكونت معنا بعد أن نعملها الخامة اللي نشتي مثلا معنا ألوان معينة نقوش زخارف كذا وإن شاء الله أكون وفقد في عمل هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله شكرا